اشتركوا في القناة للتدخل بهدف الوساطة وتقديم الدعم الإنساني ومن بينها العراق الذي عمد إلى فتح جسر جوي وآخر بري لنقل وإيصال المساعدات إلى لبنان فضلا عن الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التي تحتاجها المستشفيات والمؤسسات الخدمية وتلخص الموقف العراقي خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني ونظيره اللبناني نجيب ميقاتي إذ أكد السودان استعداد العراق لدعم لبنان في مختلف الاتجاهات لتجاوز هذه الأزمة من خلال المسار السياسي أو الجانب الإنساني ودعا العراق لقمة عربية وإسلامية لحل هذه الأزمة واتخاذ مواقف قوية إزاء العدوان كما وأكدت الحكومة العراقية أنها لن تتأخر في توفير كل الإمكانيات المطلوبة لدعم الأشقاء في لبنان توسيع الحرب ضد لبنان جاء بعد سلسلة ضربات قوية وجهتها إسرائيل لحزب الله في المدة الماضية منها تفجير أجهزة بيجر وبعدها تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية ومن ثم اغتيال قيادات من حزب الله في الضاحية الجنوبية ومنذ الاثنين الماضي بدأت إسرائيل بتنفيذ هجوم جوي على مناطق واسعة في جلوب لبنان والبقاع خلف دمارا هائلا وأعدادا كبيرة من الشهداء ورغم كل هذا يرى كثيرون أن توسيع الحرب في لبنان ما هي إلا مقامرة كبيرة بادرت إليها إسرائيل بهدف تغيير الحالة الإستراتيجية والأمنية بعد الأخفاق الكبير في حرب السابع من إكتوبر اشتركوا في القناة